اشتركوا في القناة ومناء المؤسس الخيرية الملكية بان تتولى مهمة الاشراف على صرف ومتابعة هذه المكرمة لجميع المستفيدين وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك راجيا من الله العلي القدير ان يحفظ جلالته وينعم عليه بمفور الصحة والعافية وان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات كما وجه سموه خالص الامتنان الى جلالة الملك المفدى على اهتمامه الابوي الدائم بأسر الخيرية الملكية وحرص جلالته على مشاركتهم في مختلف المناسبات وتوجهات جلالته الدائمة بتوفير الخدمات والرعايات للأسر كافة بما يضمن الجميع حياة كريمة ومستقرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر